بقيمة بلغت نحو 112 مليار دولار أقر البرلمان في العراق الموازنة العامة الاتحادية لسنة المالية 2019 وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب أن إرادات الموازنة العامة تبلغ 88.5 مليار دولار بينما سيبلغ إجمالي عدز الموازنة نحو 23 مليار دولار وقدرت الموازنة حساب الإرادات على أساس 56 دولاراً لسعر برميل النفط بمعدل تصدير يصل إلى 3 ملايين وتسعمائة ألف برميل يومياً وتشكل صادرات النفط في العراق نسبة تصل إلى 89% من العائدات لهذه الموازنة والتي تضمنت إعادة صرف حصة كردستان والتي تقدر بين 12.7% و 17% وشكلت ميزانية العام الجديد ارتفاعاً بـ 45% عن العام الماضي وتعد من بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي موازنة مثقلة بالاقتراض الخارجي لتغطية العدز الذي وصل إلى 23 مليار دولار وتخصيصات لا تتناسب مع احتياجات المؤسسات واستحقاقاتها حيث خصصت مثلاً لوزارة الدفاع والداخلية فضلاً عن مخصصات ميليشيا الحجد مبالغ تفوق حاجة محافظات بأكملها اعتراضاتها على فقرات تضمنت الموازنة وصفت مخصصاتها بالترفيهية غير الضرورية فالحسار عضو اللجنة المالية البرلمانية قال إن موازنة عام 2019 التي صوت عليها البرلمان هي الأسوأ في تاريخ العراق وأضاف أن الموازنة لا تتضمن باباً للاستثمار ولا رعاية للقطاع العام فإذا كانت هذه بنود الموازنة وهذه تخصيصاتها ترى فتحت أي بند وضعت حقوق الشعب العراقي الضائعة ترجمة نانسي قنقر